قبل ما تطلع كلمة قعد قلبها في لسانك سبع مرات الكلمة دي مناسبة ولا مش مناسبة تتقال ولا ما تتقالش وقتها ولا مش وقتها موضوع خطيئ الحوار له ثلاث أشكال ثقافة الحوار ناخده نديه ويا بعض أو ثقافة الشجار نتخانق ويا بعض أو ثقافة الجدار كل واحد يبقى لوحده عشان كده الكلام له فن وله أصول ولما أقول قدرة الحوار يعني واحد قادر يفكر والتفكير ده قادر يعبر والتعبير ده قادر يقدر خد بالك من السلسية الجميلة دي يعني الحوار يعني واحد قادر يفكر يفكر كويس في الموضوع اللي هنتناقش فيه مهما كان صغير لكن كمان بيفكر بيقدر يعبر لأن فيه واحد ما بيقدرش يعبر أو يسيء التعبير وكمان مش التعبيره بس ده بيقدر يقدر الكلمة اللي طالع منه هتعمل ايه في اللي قدامه هتأثر فيه ازاي ده فيه كلمة ترفع لفوق وفيه كلمة تنزل لتحت وفيه كلمة تجرح علشان كده قالوا في الأمثال القديمة قلب لسانك في فمك سبع مرات قبل أن تتكلم يعني قبل ما تطلع كلمة قعد قلبها في لسانك سبع مرات الكلمة دي مناسبة ولا مش مناسبة تتقال ولا ما تتقالش وقتها ولا مش وقتها موضوع خطير وكتير بنسمع عن خصومات بتحصل في البيت الواحد بسمهم كلمة كلمة قالت يمكن سمعتوا القصة دي هم متجوزين بقالهم تسع سنين هو كان من أسرة بسيطة هي كانت من أسرة مقتدرة والأسرة المقتدرة دي سندته لغاية ما كبر ففي يوم عادين يتعشوا بالليل الساعة بالليل بيتعشوا يا بعض وهي عايزة تحكيله حكاية فابتدت الحكاية وقالت له انت فاكل لما كنت فاكل مش لاقي اللضة دي بداية الحكاية كويس لما قالت له الكلمة دهيت زعل وغضب وكانت مشكلة كبيرة في البيت عشان كلمة كان ممكن تقول الحكاية من غير المقدمة دي فهي إنسانة لم تحسن اختيار الكلمة اللي عايزة تقولها هي ما غلطتش هي قالت حاجة حقيقية حاجة كانت موجودة هو كان فقير فعلا مش لاقي اللضة لكن ما تتقلش كده واخدين بالكم زي بالزبط ماما اللي مسكت ابنها اللي عمره عشر احداشر سنة وبيغني فلت اسكت انت صوتك عامل زي صوت حاجة بتمشي على اربعة كويس ده ماما اللي قالت وقالت لابنها اللي هو يعني حتة منها الوقت جات لعقدة نفسية ما يدرش يتكلم بعد كده قدام حد ليه ده ماما اللي قالت ده انت او انت ممكن تقول كلمة للطرف الاخر تتعبه جدا كلمة